بعد 21 يوماً على خبر اللقاء الذي انعقد ولم ينعقد بين زعيمي المستقبل والمردة ما زالت الساحة السياسية في انتظار ظهور الحريري ليحول طرح سليمين فرنجي رئيساً من جدي إلى تبن رسمي حتى أهل البيت الأزرق ما زالوا ينتظرون الخبر اليقين الذي ترجح معلومات أن يعلنه الحريري من بيروت الأسبوع المقبل احتمال عودة كبير وبنفس الوقت احتمال أيضاً أن يكون هذا مرتبط بتطور إيجابي على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية نحن رغبتنا وقناعتنا كتيارم السعبال أنه المفروض الرئيس الحريري يكون موجود هون بغض نظر عن وجود تسوية أو عدم وجودها لكن ربما أنه كون التسوية تصبح ناضجة لحكون الرئيس الحريري هون لحتى يكون جزء من اللي بدنا يشاركوا بالانتخابات أو ربما لأحياء التفاوض أو شرح التسوية إلى باقي الأفريقاء وبالأخص قوى 14 أضر أما لا حد هلأ فهي مبادرة محصورة بها الشكل هذا وتعني قبول الترشيح أما الوصول إلى الانتخاب وزهاب إلى مجلس عنوئة فهي تنتظر التسوية بعد ما في عنا شيء أي معطيات كافية لا نعرف شو هي بنود التسوية وأعلن علوش أن الترشيح الفرنجية جاء بمبادرة خارجية طبعا الناس اعتبرت أنه اطلاق مبادرة انتخاب أو ترشيح الأستاذ ليمان فرنجية إلى الرئاسة هي من إنتاج الرئيس سعد الحريري هو ظهر أو على الأقل ظهرت إلى العلن ولكن هي نتيجة عمل على مدى عدة أشهر دخلت فيها عدة أطراف إن كان على الناحية الديبلوماسية أو الناحية المحلية السفير الأمريكي لعب دور كبير فيه الأستاذ وليد جنبلاط عب دور أساسي ومهم والأستاذ نبي بره قبل ما يكون حتى بالوارد أنه يطرح أو ينترح اسم الأستاذ الناس الفرنجية بشكل كبير وفي وقت ما زال حلفاء فرنجية على التريسهم حزب الكوات اللبنانية حليف الحريري يعقد خلوة تستمر يومين ليخرج بعدها معلنا الموقف النهائي من المبادرة المطروحة وبحسب معلومات جديد الكوات سترفض طرح فرنجي رئيسا معلنة قبولها بتسوية شاملة تبدأ بقانون انتخاب يكون المدخل في تكوين السلطة وتقول المصادر تسوية نصر الله قد تشكل حلا للفراغ أكثر مما يسمى تسوية الحريري